عشرات المسلحين سقطوا في كفرهود وتل ملح في ريف حماس شمالي خلال محاولتهم تخفيف الضغط على محاور ريف إدلب الجنوبي المعركة التي زجت هيئة تحرير الشامي وجيش العزة المئات من المسلحين فيها تحت شعار كسر العظم كسرت عظام المهاجمين بعد أقل من 24 ساعة بدأ الجيش السوري بعملية استعادة تلك النقاط إن هذه المنطقة تعتبر البوابة الجنوبية في محافظة إدلب هذه من نقطة وتشرف على مناطق هامة ومناطق حساسة طبعا الجيش العربي السوري استطاع أن يحرر هذه المناطق وكان هناك عملية معاكسة أو هجوم معاكس اللافت في النظر بأن المجامع الإرهابية الآن تنتهج نفس اسلوب تنظيم داعش الإرهابي بعملياتها الانتحارية والهجوم بكميات كبيرة بأعداد هائلة جدا هجوم المسلحين انطلق من محور كفرزيتا واللطامنة والأربعين مواقع لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن النقطة التركية في موريك دور تركي معلن في تبني هجمات النصرة وجيش العزة دعم بالأليات والعتاد والمعلومات في محاولات لكسر معادلات جديدة يثبتها الجيش السوري في رفيحة ما الشمالي وإدلب الجنوبي كانت هذه النقطة تقدم كل أشكال الدعم لهذه المجامع الإرهابية لأن من خلال هذه النقطة تم إدخال أكثر من خمسين عربة مدرعة بما تحمله من عتاد ومن عناصر لزجها في هذه العملية رد الجيش السوري طال خطوط أمداد المسلحين من خانشيخون والهبيض باتجاه الزكاة والأربعين قصف وغارات على مقار جيش العزة وهيئة تحرير الشام في كفرزيتا واللطامنة سيناريو استعادة الجيش السوري بلدة كفرنبودة قبل عشرة أيام بعد هجوم كبير لهيئة تحرير الشام يتكرر في تلملح وكفرهود في ريف حما الشمالي معارك أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المسلحين من دون أي تبديل في المعطيات الميدانية على الأرض محمد الخضر دمشق الميادين